لمزيد من التحليل والنقاش حول آخر مستجدات الحركة الشعبية في العراق يحضروا معنا في ستوديو العراق اليوم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي مرحبا بكم أهلا بكم دكتور مرحبا دكتور إلى أي مدى يمكننا القول أن بعد مجزرة كربلاء تأكد أن الجهات الحكومية تبنت المسار الدموي لإحابة الحركة السلمية بسم الله الرحمن الرحيم الجهات ما يسمى جهات الحكومة وهي ليست حكومة على كل حال نظام دموي انتهج نهج الدم منذ اليوم الأول هذا ليس بغريب عنه لكن هو يعني لمن لا يعرف هذا النظام والشعب يعرفه لكن الجهات الخارجية الأوساط الأخرى تأكد لهم جميعا أن هذا النظام لا يملك إلا لغة القوة ولغة الدم وهو لا يملك أي معطى يمكن أن يقدم للعراقيين المنتفضين وبالتالي هو كشف عن أراق كلها ودخل ما يمكن أن نسميه المرحلة الصفرية يعني أما أنتم أو نحن طبعا أنتم هو الشعب العراقي كله كما نعلم خرج الجميع هناك مظاهرات يشترك فيها الجميع الجميع بدون استثناء وهناك اليوم دعوة إلى الأصيان المدني الشامل في يوم الخميس القادم المقبل يعني وبالتالي يعني هناك شعب فأما أنتم أو نحن طبعا نحن نحن هم هم نحن يعني نعينا إيران نحن وإيران هم خدم لإيران وكما نعلم جزء من ما حدث في كربلاء أمس لأنه حميتهم وليشت لهم حمية للأسف حميتهم لإنزال العلم الإيراني ورفع العلم العراقي والأناشد الوطنية التي تليت طبعا كما أكدنا سابقا موقع المكان مهم رمزية كربلاء جدا مهم وبالتالي هم يعني يشعرون ببعارة كيف أنه كربلاء تنتفض ضدنا الآن لاحظي كربلاء والنجف تقود هذه المظاهرات تقود يعني عطاء الدم وبالتالي هذه الأوراق انكشفت كلها الآن دخلنا في المرحلة الصفرية التي تعني أن أزلام إيران أتباع إيران تبعية إيران كما نحن في العراق نسميهم تبعية هؤلاء معروفين عندنا من زمان يعني من عقود طويلة هؤلاء الآن انكشفوا وبالتالي ليس لهم الآن من عمل سوى قتل الناس وفرب احتلال إيراني كامل مكمل على العراق نعم هذه المجزرة تزمنت مع تهديدات سابقة كانت لأبو المهدي أبو مهدي المهندس الذي قال فيها أنه سيقتص لأحد عناصر ميليشياته إلى أي مدى يعتبر هذا الرد المهندس حصرا؟ يعني هو المهندس ما قصر يعني منذ اليوم الأول وهو وأزلامه وميليشياته تعبث وتقتل الناس في الشوارع لكن كل ما هنالك هو يعني يريد أن يضفي على نفسه شيء من الأهمية وشيء هم معدين طبعا هي الحشد وحشد إيران معد خطوات تدريجية للسيطرة على الأوضاع كاملة يعني هم الآن يتسترون بستار الدولة طبعا لا توجد دولة في العراق للأسف ولذلك هناك أخبار تقول أنه عادل عبد المهدي قد يفكر بالاستقالة ولكنه يخاف ليست عنده جرأة أو شجاعة مثلا الحريري الذي ذهب اليوم وقدم استقالته هو لا يستطيع لأنه إيران أبقتها كذا واجهة من أجل أن يقال أن هناك دولة لكن في الحقيقة أبو مهدي المهندس وحشدة وهذه المجموعات والعصابات التي تتحكم في العراق هم يديرون المشهد منذ اليوم الأول ويعدون العدة عندما يهدد أبو مهدي المهندس بأنه سيدخل في الوقت المناسب هو يقصد مرحلة أو إعلان السيطرة الفعلية الكاملة على مقدرات الوضع في العراق نعم تحدثتم قبل قليل عن رمزية المكان الحاضنة الشعبية والتي كانوا يعتبرونها حاضنتهم الشعبية فيها المراقض الدينية أيضا إلى أي مدى تظن أنهم يحاولون استعادة ما فقدوه؟ ربما يفكرون بذلك لكن فات الأوان الآن لم يعد هناك أي إمكانية لاستعادة أي شيء لقد سقطت كل المقدسات التي كانوا يحاولون إحشاء دماغ العراقيين بها كان يقولون الشيء الفلاني مقدس الشيء الفلاني مقدس العراقيين الآن خرجوا إلى الشوارع وليس لعندهم مقدس إلا العراق العراق وعالم العراق وسيادة العراق وكلهم يقول أريد وطن أريد استعادة وطني وبالتالي هؤلاء أدركوا جميعا يعني لكم أن تتصورون أمس هذه المذبحة هذه المجزرة هذا الدم الذي يسال في كربلاء التي هم عندما يقولون يقولون كربلاء المقدسة يسال هذا الدم هناك ويطارد الأطفال والنساء في الحارات ثم لا نرى أي أثر للمرجعية هذه المرجعية التي أدرك كل العراقين الآن أدركوا ما هي هذه المرجعية ومن تمثل إذا لم تكن الآن تتكلم متى تتكلم؟ فبالتالي نعم هناك محاولة لكن هذه المحاولة لا نقول ستبق بالفشل هي باءت بالفشل وانتهى كل شيء بخنة في المرحلة الصفرية التي تعني أنه إما أنت أو نحن كان هناك حديث أيضا لمحافظ كربلاء نفى فيه سقوط أي قتلى أو جرحة لكنه اعترف باستخدام السلاح الحي كيف يفسر هذا التناقض أو محاولة ترويج لمثل هذه الأكاذيب للرأي العالمية؟ يعني دائما نقول لا يوجد في العراق دولة وبالتأكيد لا يوجد رجال دولة هؤلاء له رجال دولة على الأقل كان أخذ في المنطق يعني كيف يستقيم الأمر وجود سلاح وإطلاق نار ثم يقول لا يوجد قتلى يعني أين كان يطلقون؟ يعني هذا كلام هذا يدل مرة ثانية وعاشرة وألف أن هؤلاء حثالة ليسوا رجال دولة ليسوا رجال حكم أتي بهم وفق محاصصات معينة وأنهم يتستر بعضهم على البعض الآخر وكما قيل إذا لم تستحي فصنا ما شد دكتور هذه المجزرة لم تكن الأولى طبعا سقط المئات من الشهداء منذ مطلع هذا الشهر والحكومة بشكل أو بآخر تحاول الضغط على الحراك الشعبي لوقفه لكن الموقف كان دائما مضاد وكانت الساحات تكون أكثر والحشود أكبر بعد كل مجزرة ما هي ربما السبل الممكنة اليوم في يد المتظاهرين ولجنة المنظمة للتظاهرات لصد الحكومة في هذه النقطة بالذات وعلى الأقل وقف القتل والقمع يعني إذا جئنا على الحقيقة لا يمكن أن نقول أن هناك تساوي أو تعادل في ميزان القوة بين متظاهرين عزل لا يملكون إلا العلم العراقي الذي يحملوه وإلا مطالبهم باسترداد وطنهم وبين قوة مدججة بالسلاح تدعمها دولتين يعني دولتين تحتلل العراق أمريكا وإيران لا يملكون شيء ولكن الشيء الوحيد هو الإصرار هو التمسك بأهدافهم هو الثبات على موقفهم هو التمسك بما خرجوا من أجله يعني تقولين مية ميتين ثلاثمية أربعمية استشهدوا نحن نقول ربما يتضاعف هذا العدد ربما يزيد ربما يأصل للألف أو الآلاف ولكن القضية لا تموت القضية قال الشعب كلمته وهذه الكلمة انتشرت في الآفاق سوف لن يمكن قتل الناس ولكن حج بالصوت وحج الصوت وتقييد الصوت لم يعد ممكنا وبالتالي السبيل الوحيد أمام الانتفاضة هو الاستمرار وهو التمسك بحقوقها وحتى لو قمعت هذه هذه قلناها أيضا حتى لو قمعت فهناك العديد بل الكثير من الوسائل التي يمكن مواجهة فيها هذا النظام الذي فقد أي شرعية وطبعا ليست له أي شرعية منذ اليوم الأول منذ 2003 ليست له شرعية ولكن كان هناك بعض الغبش في التصور عند بعض الناس الآن انكشف كل شيء شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب ضيفنا في ستوديو العراق اليوم الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم